انتصار عسكري روسي مهم جدا مع نجاح القوات الروسية في اجبار اوكراني على التراجع بطول طريق ناتيا لوف اومانسكوي في اتجاه كارلوفيكا وسيطرت روسيا على مئات الكيلومترات في واحدة من اكبر خسار اوكرانيا من بدء الحرب والجيش الروسي يعد من السيطرة الكاملة على بلدة سيمينوفيكا والدفاع الجوي الروسي يسقط خمس صواريخ باليستية امريكية من طراز التاكمز وخبير عسكري امريكي لدى روسيا اقوى نظام دفاع جوي في العالم والجيش الروسي يستولي لاول مرة على الدبابة امريكية من نوع ابرامز ام وان والصحافة العالمية تصف الامر بالفضيحة والمقامة اللبنانية تشن اكبر هجوم عسكري على شمال الكيان وتضرب اكبر قاعدة استخبارات عسكرية ومقر اللواء 51 اللواء جولاني والصحف الامريكية هجوم لبنان على الكيان خطير جدا ويحرم الكيان من قواعد الاستخبارات الشمالية تعالوا بنا نعرف التفاصيل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين القوات الروسية نجحت في تحقيق انتصار عسكري ميداني مهم جدا بعد ما تقدمت مفارز الدبابات الروسية وقوات المشاة الميكانيكية وقطع الطريق ناتيا لوف اومانسكوي واكبرت الجيش الاوكراني على التراجع والانسحاب في اتكاق كارلوفيكا وسيطرت روسيا على معظم بلدة نيتي لوفو واصبحت القوات الروسية على مشارف مدينة اومان وبكده تم تمزيق مفاصل الجيش الاوكراني ومعتش قدام اوكرانيا غير الانسحاب السريع غير المنظم الانسحاب العشوائي من خلال نهر فوليشيا وإلا هيتم تدمير ما تبقى من قوات اوكرانيا على محور كاروفيسكوي وبكده خلاص روسيا او نجحت روسيا في تحرير اكتر من 220 كم مربع ودي مساحة هائلة اكبر من مساحة العاصمة الامريكية واشنطن ودي اكبر خسارة عسكرية بتتعرض لها اوكرانيا من وقت خسارة مدينة افديفيكا السؤال دلوقتي هي فين رجالة صوريخ التجمز الامريكية اللي زيلينيسكي حاول يعمل بها فيلم هندي ويدحك على الناس اللي مش فهم اي حاجة وقالك احنا دمرنا بطاريات صوريخ اس 400 واس 300 ودمرنا القوات الروسية بيها فين يا ابن الصوريخ الامريكية ده انت عمال تنسحب وتتراجع كل يوم بمساحاتها الى بمئات الكيلومترات اقولكم انا دلوقتي فين صوريخ اتجمز الباليستية الامريكية الصوريخ الامريكية بعافية شوية وبيتم اسقاطها في الجاو زي الدبان عن طريق وسائل الدفاع الجاو الروسية الحديدية اللي محدش هيضر في العالم يشكك فيها او يشكك في قوتها المزهلة امبارح القوات الاوكرانية حاولت ترد ضربات الروسية على مطار كاميينيكا بعد ما دمرت صوريخ اسكاندر الروسية حظائر ومخازن المسيرات والدرونات اوكراني قالت احنا نرد الضرب على روسيا باسخدام صوريخ التاكمز الامريكية الباليستية وحاولت تشن هجوم سازج على القرم لكن وسائل الدفاع الجاو الروسية احبطت الهجوم الاوكراني بالكامل ووقعت خمس صوريخ امريكية باليستية من نوع اتاكمز وبكده خلاص انضمت صوريخ اتاكمز الامريكية الباليستية لقيمة فشل السلاح الامريكي والغربي في اختراق الدفاعات الروسية والبقية تأتي كمان اعلنت روسيا السيطرة الكاملة على بلدة سيميونوفيكا في اتجاه افدييفيسكي وبتواصل مفارز الدبابات الروسية تحقيق السيطرة الكاملة على محور اوشريتينو بالتالي في دلوقتي انتصارات روسية هائلة بتتعمل في الوقت الحالي والجيش الاوكراني عمال يتراجع وينسحب ويخسر اراضي بمساحات هائلة وطلع مبارح قائد الجيش الاوكراني سيريسكي وقال ان الوضع على الجابة في اوكرانيا في غاية السوق بالتالي اوكرانيا لا نفع معها اتاكمز ولا غير اتاكمز وده كان المتوقع وقالناه كتير جدا ان الدفاع الجوي الروسي الحديدي بيتم تدريبه وبنائه لاعتراض صوريخ باليستية اسرعة من الصوت بتطير بسرعات 25 ماخ فمش معقولة ان الدفاع الجوي الروسي هيفشل في اسقاط صوريخ التكمز الامريكية بتطير بسرعات 3 ماخ لكن هنقول ايه في الدعايات الامريكية الفاشلة اللي بتحاول تضحك على الناس عشان تحافظ على سمعة السلاح الامريكي الفاشل بعد نجاح روسيا في اسقاط فخر الصوريخ الامريكية وافشل الهجمات الاوكرانية طلع خابير عسكري امريكي واعترف ان روسيا بتملك نظام الدفاع الجوي المتكامل الاقصر نجاح وتقدم في العالم وقال ان الاتحاد الروسي بيملك نظام دفاع جوي قوي جدا وقال للمقادم المتقعد في سلاح الجوي الامريكي جون باوم ان امريكا حتى لو منحت اوكرانيا مقاتلات F-16 فلن تؤثر على كفاءة وقدرات وسائل الدفاع الجوي الروسية ويتم اسقاط كل المقاتلات الامريكية في الجو من مسافات بعيدة جدا قبل ما يكون عند المقاتلات الامريكية الفرصة لاطلاق الصواريخ او القنابل الحائمة ده اذا كان عند F-16 اصلا قدرة على القتال في الجو ولم يتم تدميرها على الارض بفعل الصواريخ الروسية ووصف الدفاع الجوي الروسي ان الدفاع الاقصر موسوقية في العالم تخيل كده ضابط امريكي وخابير عسكري امريكي في سلاح الجوي الامريكي يعترف ان الدفاع الجوي الروسي هو الافضل والاقصر موسوقية في العالم وفي الاخر لسه فيه ناس بيتجادل في الحقيقة ديت وتقولك ان الباتريوت الامريكي افضل من S-400 و S-500 كلام فارغ في ضحة جديدة للسلاح الامريكي وزارة الدفاع الروسية اعلنت الاستلاح لأول دبابة امريكية من طراز M1 إبرامز وتم الاستلاح لدبابة الامريكية من محور دوناسكا بعد هروب القوات الاوكرانية وترق الدبابة الامريكية والت الدفاع الروسية انه قريبا ستتاح الدبابة لزيارات الجمهور الروسي المدني في موسكو بعد ما تم اجلاء الدبابة ودراسة الدبابة في روسيا وضعها في حضائق موسكو للزيارات المدنية بجانب الاسلحة الغربية التانية المستولى عليها من دبابات اليوبارد ومدرعات برادلي ومدافع القيصر ومدرعات ماردر ومن هنا نعرف ليه امريكا امبارح قدت الامر لزيارات بسحب باقي الدبابات الامريكية ابرامز من الخط الامامي وارجحها للخلف خافين لروسيا تستولي على المزيد من الدبابات الامريكية اللي اثبتت فشل هائل امام قوة الدفاعات الروسية المقامة الليبنانية ردت على الكيان بهجوم كبير باسخدام المسيرات والصواريخ الباليستية واستهدفت صواريخ المقامة الليبنانية مقار قيادة المنارة العسكرية وقعدة جبل ميرون العسكرية وتجمعات لواء جولاني من الكتيبة 51 مجلة ميليتري ووتش الامريكية وصفت هجوم المقامة الليبنانية على مقار قيادة المنارة العسكرية وقعدة ميرون العسكرية انها المقار الوحيد للإدارة والمرابع والاستطلاع والاستخبارات في شمال الكيان وللكيان ما عندوش قواعد تانية حيث تستضيف قعدة ميرون العسكرية محطات رادار وأنظمة مرابع عسكرية مرتبطة بشبكات الأقمار الصناعية وطارات الاستخبارات الإلكترونية من أجل استطلاع ومرأبة أراضي وأعتراض اتصالات لبنان وسوريا وجامع جميع المعلومات الاستخباراتية بالتالي ضرب قاعدة ميرون في شمال الكيان ومقار قيادة المنارة العسكرية بشكل مشكلة معقدة جدا لجيش الكيان في مجال الاستخبارات والاستطلاع وبيقال الفرص الكيان على مهاجمة لبنان وسوريا لأن بدون المعلومات الاستخباراتية جيش الكيان بيتحاول لجيش أعمى تماما بيحارب في الظلام وفرصه في الخسارة بتكون أعلى بكتير من فرصه على إحراز النجاح وده سرق استهداف المقامة اللبنانية الدائم لقواعد الاستخبارات ومراكز المرابع في شمال الكيان المقامة يا جماعة مش عايزة تدي الكيان أي فرصة لجمع المعلومات الاستخباراتية ورز القوات والتحضير للحرب على الجبهة الشمالية بكده الفيديو خلص ما تنسوش يا جماعة قبل الفيديو الاشتراك في القناة مشاركة الفيديو على أكبر قدر من الناس عشان استمر في معركة الوعي أشوفكم على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته